الرئيس عبد المجيد تبون يصدر أمر بـ 80 يوماً أمام النواب للفصل في هذه القوانين السلام عليكم مرحباً بكم في قناتنا فضلاً وليس أمراً اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد يواجه نواب البرنامان تحدياً كبيراً لمناقشة عشرات النصوص الشريعية الجديدة في 80 يوماً المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية التي يفترض إصدال الستار عليها في العشر الأيام الأولى لشهر جوليا المقبل بعد أن أعد مكتب المجلس مطلع الدورة الحالية أجندة مبدئية تتضمن مناقشة 42 قانوناً خلال العهدة الشريعية التاسعة ونجحت الغرفة السفلة للبرلمان في تمرير جزء كبير من النصوص الشريعية المتراكمة بمكتب المجلس بسلاسة يتقدمها قانون المالية المعتمد وفق القانون العضوي 15 لأول مرة والذي أعد ميزانية ثالث سنوات متتالية وتقديرات مالية ضخمة أخضعها النواب للتحليل والمناقشة في أزيد من 5000 صفحة كما استطاع النواب تفكيك الألغام التي تضمنها القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان والذي استغرق الأخذ والرد فيه بين النواب والكتل البرلمانية أزيد من شهرين لدرجة أن بعض الأطراف كانت تنادي بإعادته للحكومة لإخضاعه لتعديلات جديدة كما ينتظر نزول نصوص قانونية جديدة للبرلمان خلال الأيام المقبلة تتعلق بالسفقات العمومية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبلدية والولاية الذي حضي بمناقشة واسعة على مستوى الحكومة واللجنة المشتركة المشكلة من مختصين وأعضاء بالبرلمان حيث سيتم وضع هذه القوانين الجديدة في أجل قدره 80 يوما فقط من أجل المصادقة على القوانين الجديدة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترجمة نانسي قنقر